اشتركوا في القناة في القمر ما زال في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة الرابعة و32 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الثرية وهي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا احنا الان في فترة خلو المسار رح يستمر من الان اللي هو موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح يعني رح يستمر لغاية الساعة 3 و32 دقيقة صباحا وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا فيه اشخاص بقولك انه هاي منتصف الليل يعني ليش بتذكرها فيه اشخاص بتكون عندهم نهار يعني اللي على الجزء الاخر من الكرة الارضية بتكون عندهم ساعات نهار فمنضطر انه نذكر ساعات الليل وساعات النهار والساعة احنا بنذكرها بتوقيت جرينتش يعني فرق عن الاردن مثلا ساعتين منزيد الساعة 3 و32 يعني 35 و32 طبعا القمر ساعة 3 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير في برج السرطان بنتقل لبرج السرطان عشان هيك بالفترة هاي كل الابراج جميعها بدون استثناء بتشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل للعمل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البوم او ذكريات او تليفون او رسائل او اشياء مثل هيك او حتى انه بتذكر مواقف معينة يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه في هاي الفترة بنشعر بحافز كبير لالتهام الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار مثلا او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع اكثر في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاوية وحيدة اليوم هي بتيجي في ساعات المساء هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس ورح تكون هاي في تمام الساعة ستة وبتوقيت جرينتش مساء وهاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في السرطان معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم اربعة اتناعش بيبدأ في تمام الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها لبرج الاسد بالنسبة طبعا للقمر القمر انحسار المحدب سبعة عشر يوم في تمام ساعة اربعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بيصبح ثمنتعشر يوم نسبة الاضاءة بتصير تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش المزاج سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الجوزاء وبدين تقل للسرطان زي ما حكينا ورح يظل يوم اربعة اتناعش نسبة السعادة رح تكون خمسين في المية عطارد في القوس حتى يوم عشرين اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم خمسة عشر اتناعش المزاج سعيد بنسبة خمسة عشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد مزاجه سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه منتحس بنسبة 25% زحل في الجوزاء حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتون في الحوت مزاجه سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات في ساعة الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاه من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعدمالك بشكل جيد ونشاطاتك الأعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إش أنك تتجنبوا النفقات حتى ساعة الصباح من ساعة الصباح بتنجحوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار افصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارق من المال حاذر من إهمال الوضع الصحي وتجنب الإرهاق برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم إش أنك تتجنبوا النفقات نظم الأقصاط وما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن أنك اليوم تحدد توجهاتك أو اتجاهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية تعرف الفترة هاي عندك لقاءات داعمة بشكل كبير برج السرطان ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بزول في ساعة الصباح تمتلق نشاط حيوية بتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات بتتلقى إشارة وبتبدأ بتنفيذ خطتك تستعيد حياتك رونقها وحيويتك بتصير بأوجها برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم بسجل اليوم ركود على جميع الأصعدة منصحك بعدم المباشرة بتنفيذ بعض الأمور اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء ابترى الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك لا حصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات خلال هذا اليوم أهمش أنك تلطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها برج الميزان من يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد في ساعات الصباح حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تخلي أحد يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات فأنت تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جدا خلال هذا النهار برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالي المشتركة في ساعات الصباح بصلكم خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشارك أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون عندك اتصال بعيد ممكن تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض وممكن تعالج مسائل متنوعة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة في ساعات الصباح اتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل هذا أمر ضروري برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حتى ساعة الصباح من ساعات الصباح بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات تجنب ردات الفعل العنيفة فالفترة سيئة بتهدد الخواطر والمشاكل والحوادث بسبب أن القمر مقابلك تماما وبيجعلك القمر مضطرب ومرهف الحس ممكن تشعر بالارتباك والغضب تتمتع بطاقة كبيرة خلال هذا النهار برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا حتى ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم كون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور لمن حولك تستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة حاذر من الطراب صحي برج الحوت تنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة وهذا الأمر رح يظل لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيد الأمور العاطفية عندك اليوم رقم واحد والرغبة بالترفيه وتغيير الجو أو البحث عن التسليه وتغيير المزاج هي أهم الأمور عندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر